خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصويتا حاسما في البرلمان بشأن بريكست بعد جلسة ساخنة انتهت برفض خطته للخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق خسارة جونسون الذي فقد الأغلبية قبل جلسة البرلمان بانشقاق أحد النواب المحافظين من حزبه الحاكم جاءت بعد أن صوت 328 نائبا لصالح رفض خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي من دون اتفاق بينما يده 300 ونائب واحد فقط خسارة التصويت وفقدان الأغلبية البرلمانية وضعت رئيس الوزراء البريطاني أمام خيارين لا ثالث لهما أولهما الاستقالة وهو أمر مستبعد أما الخيار الثاني هو اللجوء الانتخابات المبكرة قبل موعد انعقاد القمة الأوروبية في السابع عشر من شهر تشرين الأول المقبل ملف بريكست أدخل هذه المرة بريطانيا في أتون أزمة سياسية غير مسبوقة أزمة بدت ملامحها واضحة على محيا جونسون أثناء استجوابه من قبل النواب لكن الأمر بدى مغايرا بالنسبة لزميلته في حزب المحافظين تيريزا ماي التي بدت عليها ملامح الارتياح وهي تراقب ما يجري من مساجلات سياسية خارج كرسي المسؤولية إخفاق جونسون في إقناع الحلفاء قبل المعارضين باستراتيجيته لبريكست منح الفرصة للمعارضة للدعوة إلى التصويت على مشروع قانون يمنع الانفصال عن أوروبا من دون اتفاق وهو ما تم بالفعل من جانب آخر يرفض جونسون الموافقة على طلب بلجيكا بإرجاء موعد بريكست إلى مطلع العام القادم حيث جدد تعهده بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الحادي وثلاثين من شهر تشرين الأول المقبل في حال تم التفاوض بشأن الخروج باتفاق أم لم يتم معولا في ذلك على رغبة 52% من البريطانيين الذين صوتوا لصالح الانفصال خلال استفتاء عام 2016 اشتركوا في القناة